بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة برعها سبعون ذراعا فاسلكوا قراءة 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 من صلاة التراويح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيصروا إخوانكم في تسليلات النداء الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذا الشريط الذي يحتوي على قراءة من صلاة التراويح والقيام لجزء تبارك مع الدعاء لعام سبعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة بصوت الأخ عبدالله أبو قيان والآن نترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر أن تعاملهم فطور ثم ارجع البصر كمرتين ينقرب إليك البصر خاسع وهو حسير ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خسنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لم كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم من غيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جمروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإلا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ضرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصى والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيرا مبين فلما رأوا هزل فتنسيئة وجوه الذين كفروا سيئة وجوه الذين كفروا وقل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم قل هو الرحمن آمننا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ضورا قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ضورا فمن يأتيكم بماء معين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعدى خلق عظيم فسترصر ويرصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذنين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف نهين هماز مشاء بلمين منع للخير معتد أذين أطلهم بعد ذلك سليم أن كان ذا ماد وبنين إذا تثنى عليه آياتنا إذا تثنى عليه آياتنا قال أساطيهم الأولين سنسمه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرئونها مصدقين ولا يستكلون فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصدقين ألغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل ابنها اليوم عليكم مسكين وردوا على حرث قادرين فلما رأوا قالوا إنا لضانون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدئنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بانرة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمينهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفطنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوتيذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعائم وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بني خاص صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خارية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبلهم والمعتذكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تضلنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن ويعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظلمت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة الراضي في جنة عالية قطعفها دالية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتا في الأيام الخالية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتا في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أبنى عني مالية هلك عني سلطانيه خذوه 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 فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة برعها سبعون براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاه لا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بها ترسلون وما ذا ترسلون إنه لقول رسول كيم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيهم من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعاج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم إن كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من العذاب أومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعاه إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه خلوما نوعا إن المصلين الذين هم عدى صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حقا معلوم بالسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن لهم غير منومين فمن بتغى ضراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمالاتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أن يطلع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا نقابرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا نقابرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم النبي وعادون يوم يخرجون من الأجداف سراعا يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أنا منذ القومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل نسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابا وأصوروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنتهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل سماء عليكم مدرارا ويندلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيه النورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوا لي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تسد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلونا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباعا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إلا سمعنا قرآنا عجبا يهديه إلى المشد فآمنا به ولن نشرك لربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخل صاحبة أولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ضمننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسامق فمن يستمع الآن يجد له شهابا صدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربه رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأننا ضمننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آملنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحرر رشدا وأما القاسقون فكانوا لجنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينا مماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد المعي فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن ألي أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن له يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبرضوا نسانات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزلل قم الليل إلا قليلا نصفوا عن قصله قليلا أوزد عليه وردني القرآن ترتيلا إنا سنوقي عليك قوما ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقرم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جعيلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم خذيلا إن لدينا أنكانا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وليلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطرا به كانوا أعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين ليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تجسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تجسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير إن تجدوا عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير إن تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكفر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير برني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع العزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سخر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصيه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فثلة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كالنا والقمر والليل إذ أذبر والصبح إذا أسفر إنها لأحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءدون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل أمرئ منهم أيوتا صحفا من منشرة كلا بل لا يخافون الماخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسم الإنسان أن نجمع عظامه بل لا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يقول الإنسان يومئذ أين المخر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجعه يومئذ ناظرة وجعه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجعه يومئذ ناظرة ثم أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت الثراق يأوثين من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسن إنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منيه لا ثم كان علقة فخلق فسوى أجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألأتا على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا مصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسغيرا إن الأظهار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ينفون بالنبل ويخافون يوما كان شربه مستطيرا ويطعبون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مرة وسغرا وجزاهم بما صبروا جنة وحذيرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا ودالية عليهم ظنالها وذللت قطافها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم لدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم فيام سلس خضر ويستبرق وقلوا أساغر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بذلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو أذرا إنما تغدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويلو يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلو يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم مماء مهين فجعلناه في قرار مكيد إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها مراسي شام خاتم وأسقيناكم من أنفراتا ويلو يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم بي تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغلي من اللهب إنها تغمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وغيون وفواكه مما يشتفون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كنوا كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعون لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث إن بعده يؤمنون وبعد نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب وإلى لقاء قادم بإذن الله مع إصدار جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنى اللهم برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وانيت ولا يعز من عاليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الظنوب ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تملغنا به جمتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل الله مثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وارفعنا على من خذلنا ولا تسلط علينا بسبب ذنوبنا من لا يخافك من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تحرمنا رأيتك ولا رأيتنا بيك في دار كرامتك اللهم لا تحرمنا رأيتك ولا رأيتنا بيك في دار كرامتك سبحانك ما أعذنك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أعطفك بعبادك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وأقربك إلى من دعاك إلى هناء وقف السائلون ببابك ولا ذا الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرامك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك وعفوك اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا افسح بها ضيق مناحدنا وأمنا جميعا بعفوك يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذكر ولم يذرنا زائر ولم يذرنا زائر ولم يذرنا زائر اللهم اجعل قبورنا اللهم افسح علينا قبورنا بد أبصارنا اللهم افسح علينا قبورنا بد أبصارنا اللهم انا نعوذ بك من منكر ونكر وسؤالهما عن القليل والكذير ومنك لذيذة اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من يجير ولا يجار عليه يا مالك الأملاك ويا مدير الأفلاك ويا من قلوب العباد بين عصبعين من أصابعه اللهم إنا نسألك حسن خاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعلنا من من صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاذ بالثواب الجزيل والأجر اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غبرته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مأسورا إلا فكفت أسره ولا قاطعا إلا وصلته ولا آقا إلا إلى البر رددته ولا أيمن وأعزبا من الشباب إلا زوجته ويسرت له زواجه ولا أيمن من الشباب إلا زوجته ويسرت له زواجه يا رب العالمين اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذابا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد البرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك اللهم أن تجزي والدينا عنا خير الجزاء اللهم اجزي والدينا عنا خير الجزاء اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعابية على طاعتك اللهم اجزي من عنا خير الجزاء اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صداء اللهم اغفر لهما كما ربونا صداء اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم قوهن على طاعتك اللهم اشبهن اللهم اشبهن اللهم من كان منهم مريضا فاشبه يا ربي يا ربي اللهم من كان من والدينا مريضا فريحا على فراشه اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اشبه ماء اللهم اشبه ماء اللهم اشبه ماء يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا حي يا قيوم اللهم نور وجوهنا وبيض وجوهنا إذا سودت وجوه العصاة يوم الحسرة والنذامة اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا اللهم اجعلنا لمن تتنقاهم ملائكة الجنان يقابلونهم ويسلمون عليهم يا رب العالمين اللهم ولا تجعلنا من من ينادى ويقال لهم اخسروا فيها ولا تكلموا اللهم رحمك اللهم إننا نرجو رحمتك الواشعة اللهم ارحمنا برحمتك الواشعة اللهم لا تعذبنا بنارك اللهم لا تعذبنا بنارك اللهم لا تعذبنا بنارك فإن أجسادنا على وهج النار اللهم لا تعذبنا بنا رحمة الله اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا عند ساعة الاحترار لتنقنوا بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إذا يبس منا اللساء وضعف الجنان وبردت الخدمان وشخصة العينان وقسمت الكتب بالشمائل والأيمان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يا خي يا قيام يا ذو الجلال والإكرام اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله أخانا خيرا على ما قدم مع تحيات إخوانكم في تسجيلات النداء الإسلامية بالرياض هاتف رقم أربعة اثنان خمسة ستة سبعة ثمانية ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر